أنا اليوم في الجم، أول مرة بحياتي، بدي أدوب الضهون الموجودة بجسمي أوكي، هحكي عن هيدا النقطة، شوفي في كتير ناس بيفكروا أنه هاي بتصير لحال وهاي بتصير لحال أنه تدوب الضهون، ويقولتو بيصيروا مع بعض، إنها مختلفة حالك كيف؟ يعني مش أنه بس مندوب الضهون لا لا ما بتزبط حالك بقية كيس بتصير هو لما واحد ينزل يمشي، ينزل يركوت، بيكون عم بيدوب الضهون ما بيكون كتير عم بيبني عضل، لأنه ما في ويتس عادة إذا ما في ويتس أو ما في بوديو أي ترينينج، لن ت pounded muscles لما تتمرن بالجم، تتمرني بس مصرحات حقيقة مصرحات هو يمكنك تتمرني ناس تملأن تصير في نفس الوقت ما فيك تقرير في أين تتمرن بس دوب دهن، بس أو ابني عضل ما فيك تنقي بين هون ما فيك نقي واحده هيك وواحدة هيك كلما كان أكلك أحسن ما بدي تفوت كتير بشكل الأكل حركز أكتر على التمرين يعني كتير موضوع طويل بس أكلك بساعد أكتر بنمو العضل كلما أنت أكلت كميات بروتين عالية وكميات كاربوهايدريتز معينة بتساعد أنه يبني مصرنز هلأ هنا وقتا بس نفسي للعالم نحن وقتا نكون عم نعمل الرياضة ونبني العضل مش أنه عم ننفق حالنا ولكن العضل مش جسمنا بمطرح معين هيدا بساعد على ارتفاع الميتابوليزم أو عملية الأيد بالعكس 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 100% خيانا حكيانا حكيانا إكزاكلا إنت لما تكون عم تتمرني نعم وعم تاكل مزبوط أول شي تمرينك هو بيخلي الميتابوليزم يعلى صحيح والبس يساعده أكتر هو الأكل يعني أنت ما فيك تفئة الساعة 7 تسكيب بركفست تجع تتغدي الساعة 4 بعد الظهر تاكلي 1 ميل بالليل وتقول لي ما عم بتحسن جسمي لي ما عم تتمرن منيح لي ما عم بضعف لي ما عم بيطلع عضل ما هي ما بتصب يعني عندك ترويئة غدا عشا بتقسميه مزبوط تاكلي جود أمامة أو بروتيين كاربز وفاتس أكيد لأنه يشد نفر كتوان ثانيك يعني ما فيك تقول لي بدوقف فات أو بدوقف شيء وهيدا بس بدأ قول شغالي فاروق هوني هيدا اللي دايما نحنا منشدد على اليوم أي حدا بده يضعف لازم يكون عم بياخد كل الفئات الغذائية ضيئة دليل يضعف وما يشيل ولا يعني لا ميل ولا ميل ولا ميل ولا كاربز أو فات يعني في كثير من يتفكر أنه خلص بدي وقف كاربز خلص بدي وقف فات مبدأ الحرمين ما بيجيب نتيجة بالأكل وبغير الأكل دايما عندك عم نرجع للمتابوليزم لما أنت تصير تاكل مزبوط بصير المتابوليزم يعلى بجسمك لما عم يعلى المتابوليزم بجسمك أنت صرت عم تحرق أكتر لما صرت عم تحرق أكتر دائما أنت بديك تاكل مثلا نقول عم تطلع عضل تاكل بروتيينز أكتر وشوية كاربز أكتر تلاقي حالك سأعندك أنرجي أكتر بالت بتجع بتتمرني أكتر بتحملي ويتس أكتر بتتحسني أكتر ولما قد تحملي ويتس أكتر ما أصدي يعني تبالك أصدي لأ يعني تشدي جسمك أكتر بتصيري أقوى بصيري أنت قادرة تاكل أكتر يعني كلمة هاي تحسني بتساعد هاي